ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد لازلنا أيها الإخوة مع ميراث النبوة وهذا هو الإرث الحقيقي هذا هو الإرث الحقيقي الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو سنته والعمل بهذه السنة الجليلة الكريمة لقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع أدوى الداء مع داء عضال داء فتاك قل أن يسلم منه إلا من رحم ربك وقليل ماهم إنه الكبر نعم الكبر أيها الإخوة داء وبيل يدب إلى قلوب الكثير من بني آدم على ما يتكبر الإنسان الإنسان يا إخوانا لو نظر إلى حاله وإلى شانه لعلم أنه عبارة عن حمام متنقل عبارة عن حمام متنقل تكبر عليه رأى مطرف ابن عبد الله بن الشخير المهلب ابن أبي صفرة وكان أمير الجندي يعني راجب مثلا بمرتبة وزير دفاع وزير داخلية ما شبه ذلك رأاه وهو يمشي متبخترا له في حلة فقال له المهلب ابن أبي صفرة ألا تعرف من أنا أنت مش عارف أنا مين أنت مش عارف أنت بتكلم مين أنت مش عارف أنا ابني مين ألا تعرف من أنا فقال له مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال له بلى أعرفك أقول له أنا عارفك كويس جدا أولك نطفة مذرة نطفة من ماء مهين نطفة حقيرة أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة الإنسان إخوانا لا يستطيع أبدا أن يقترب من الميت بعد ثلاث ولو كان من أحب الناس إليك بعد ثلاثة يام تقدرش تقرب له أبدا تخيل بقى البني آدم ده بعدما كان بيحط أفضل عطور ويلبس أحسن الثياب ويسكن في أجمل الفلات ويركب أفخم السيارات ومع ذلك بعد ثلاثة يام تقدرش تقرب له منه تقدرش تقرب منه أبدا ده آخرك جيفة قذرة وأنت تحمل بين ذلك العذرة أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت تحمل بين ذلك العذرة الإنسان مننا يا إخوانا ما يدرش يبص للجوه بطنه يأنف يرفض طب ما لنت تتكبر عليه الله عز وجل يقول في الحديث القدوسي الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني فيهما عذبته في الرواية أخذته ولا أبالي أخذته ولا أبالي تكبر عليه على ما تكبر الإنسان يعني لذلك يا إخوانا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد فيقول الله عز وجل له كذبت يا لها من كلمة يا إخوانا يا لها من كلمة يسقط منها جلد المرء حياء من ربه عندما يقول له على رؤوس الأشهاد كذبت انت كذاب تخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كذبت انت كذاب ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل هو كان عايز يريد أن يطرب بهذه يريد أن يطرب ان الناس تقول شجاع مقدام فارس مغوار ما كانتش يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله العليا مش في دماغ القصة دي حكا نفسه العليم ما شاء الله شجاع ما شاء الله شوف قاتل كم واحد قتل لهو كان همه لكنك قاتلت لي وقاله هو جريء وقد قيل مش خدتها ايش باب يا باب نسألت عليك خلاص ثم يأمر الله عز وجل به فيسحب على وجهه فيلقى في النار التاني ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها قال يا رب تعلمت فيك العلم وعلمت قلت يا رب بعلم الناس ود درسه محاضرات وواواوا لكن ليه يقوله تعلمت فيك العلم وعلمت فيقول الله عز وجل لو كذبت ولكنك تعلمت ليقاله هو عالم وقرأت القرآن ليقاله هو قارئ وقد قيل مش خدتها في الدنيا عايز تقول لنا عايز تسمع الناس بذلك اعلم اهل الارض واعلم اهل مش عارف بلد ايه وانت اقرأ واحد في البلدة الفلانية ولا المكان الفلاني مش خدتها سمع اش بيعتي بها يعني اش باع بها لكن في الاخرة ما لكش حاجة تخيل بقى عالم وراجل قارئ للقرآن يقرأ بالعشرة الصغرى والكبرى ومع ذلك ما نفعه هذا العلم لان العلم يا اخوانا ان لم ينفعك ضرك العلم لو ما نفعكش هيدرك هيدرك لانه حجة وغبال عليك انت علمت فماذا عملت وهو العالم ده المفروض ينجو او الناس ينجو بنفسه فيأمر الله عز وجل بهذا الانسان في وصحة من وجهه ثم يلقى في النار طيب التالت بقى ورجل متصدق رجل متصدق رجل جواد فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال يا رب ما تركت من سبيل تخيل فش يا رب باب من ابواب الخير الا وان مسارع ومقدام في هذا الباب قال يا رب ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيه لك الا انفقت فيه لك فيقول الله عز وجل له كذبت ولكنك انفقت ليقال هو جواد وقد قيل كنت عايز يقولك عشان يسمع ايه حق فلان ربنا يبارك له حق فلان بيجاهز اليتامة بيتصدق على الفقراء بيجب بطاطين بيعمل جوامع بيعمل مش عارف ايه بيعمل آبار بيعمل ايه هو عايز دي لكن هو مش بيعمل ده لنفع المسلمين وعايز يعمل ده في الخفاء وحدش يعرف عن حاجة تمام هو عايز ايه عايز الناس تقول عليه حق فلان الناس حق فلان بيعمل حق فلان هو عايز دي هو يريد هذه لذلك في الاخيرة ما له من نصيب تخيل بقى دول يا اخوانا دي افضل قربات مجاهد وعالم ومتصدق اول الناس يقضى عليه يوم القيامة لان هذه الافعال يا اخوانا كانت للرياء كانت لحظر النفس مش لله مش بيعمل دي عشاء لله لابتغاء مرضات الله لا تخيل بقى الاعمال دي كانت هباء ووبال على اصحابهم ومع ذلك كانت سبيلا الى هلاك هؤلاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيم ولا مع ذاهم أليم شيخ زانم ومالك كذاب وعائل مستكبر شيخ زانم تخيل انت واحد يبعنده ستين سبعين سنة يروح يزني طب يعني لم يبقى في الكرم الا الحطم انت بتعمل ايه مفروض الانسان في الاعمار دي والازمان دي بيقبل على ربي سبحانه وتعالى يقبل على ما فرط في جنب الله ومالك كذاب طب انت رجل مالك رجل خليفة رجل امير رجل رئيس ايه اللي يستدعيك انك انت تجدب ما مفيش مبرر الكذب ده ثم عائل مستكبر واحد تلاقيه فقير ومتقع ومش لاقيه ومع ذلك ماشي كده ببقه وكبر طب انت يا بسكين انت حلتك ايه اصلا انت حلتك ايه عشان بتكبر اصلا الله عز وجل يقول في الحديث القلسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غبي تركته وشركه الله عز وجل لا يريد منك شيئا لعبتك هتنفعه ولا صدقتك دي هتنفعه ولا اي شيء خلص اغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى فالانسان مننا اخواننا لازم يخلص لذلك يقول عليه الصلاة بينما رجل يمشي متبخترا في حلة له إذ خسف به فهو يتجلجل في نار جهنم الى يوم القيامة ماشي اذا متلك رافع عقيرته على الخلق وماشي عايز يدس على الناس ده يتجلجل في نار جهنم الى يوم القيامة ليه الانسان يتكبر ليه الواحد يرفع عقيرته على الناس لماذا؟ لماذا يعني؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره خيالاء بطرا واحد هدومه عمرت جرجر بقصد لايه؟ الخيالاء وبقصد الكبر هذا هو الضابط انه بيعمل كده ليه؟ بقصد الخيالاء والرياء مش مثلا هدومه بتجرجر في الواحد ومش قصدي والله انا مش قصدي ان انا اخالف ولا حاجة لا دا بيعمل كده قصد وعمد دا برضو في النار لكن مثلا لو واحد يا اخوانا هدومه مثلا تحت الإزار ماشي الدنيا ممكن تمشي لو قلنا على الكراها يعني ولا حاجة ماشي لكن دا بيعمل كده زبا تلك عامد متعمد يقصد ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به اللي هو عايز سمع الناس تسمع عنه بأنسان معروف ومشهور حتى على خلاف مرضات ربنا سمع الله به في القيامة بقى تمام؟ ومن رأى لبي رأى ده رأى الله به برضو زمانا تلك مالوش حظ في الاخرة لذلك يقول عليه السلام كما في حديثي سلمة بن الأكوع الذي رأى شيخان لا يزال الرجل يذهب بنفسه اتكبر يعني حتى يكتب عند الله في الجبارين فيصيبه ما أصابه عماني زبا تلك يتكبر ويرفع عقيرته فيصيبه ما أصاب هؤلاء المتكبرين قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إيه بقى ليه بقى كم يعمل كده وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أول القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إلى آخر الآيات إن شاهدنا قارون كان متجبر ومتكبر فخسفنا به وبداره الأرض هذه عاقبته ومآله فالإنسان إخواننا يحاول قدر استطاعته أن يكون إنسانا يرجو رضا الله وأن يكون عمله كله خالصا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الإخلاص وأن يجنبنا إياكم الكبر والتكبر والرياء والعجب أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لواكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته